وقع مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان مذكرة تفاهماً في مقر الدائرة الفاتيكانية لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومثلت دائرة الفاتيكانية عميدها الكاردنال ميجيل أنجل في حين مثل المجلس أمينه العام المستشار محمد عبد السلام وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة دائمة للحوار بين الجانبين إضافة إلى الاتفاق على عقد لقاءات سنوية من أجل تنصيق الجهود والمبادرات المشتركة التي تعزز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة حول العالم وعرب الكاردنال ميجيل عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر مسلطاً الضوء على العلاقة التاريخية بين البابا فرنسيس وإمام الأزهر التي أصبحت مصدر إلهام لملايين المتدينين حول العالم